السلام عليكم سعيدة مجددا بلقياكم في فيديو جديد بالنسبة للحصة قبل ما نبدأ الفقرة المخصصة لهذا الفيديو نكشفه على النشاء كنا نقوله أننا سنستعملوا ماء اليودي كنا نكشفه على النشاء كنا نستعملوا ماء اليودي كما تشوفوا معي هنا في التجربة خضينا واحد القطعات الخبز اضفنا لها ماء اليودي كنا نلاحظوا تلون الزرق هذا الدليل على أنها تحتوي على النشاء اللي هو سكر معقد نسبة الجانبه كنا نكشفه على السكر البسيط كنا نستعملوا محلوم فيرنجو كنا نعطينا أحمر أجوري لذلك هيدو تجربتين لكي تشوفوا بتجربت كيفاش كيتموا مزيلا لذلك سنكملوا باقي الفقارات ديال الترس ديالنا لذلك نحن دايجا شفنا في الفيديو السابقة أنه على مستوى الفم يتم تفكيك يتم تفكيك النشاء اللي هو عبارة عن سكر معقد إلى واحد سكر بسيط اللي هو المالتوز لذلك سنكملوا ونتعرفوا على أنواع تحولات على مستوى الفم لذلك على المستوى الفم ديالنا لذلك لدينا جوج أنواع ديال التحولات تحول أول ديجا شفناه يعني بحلقة نقول أنواع الهضم لذلك لدينا الهضم الكيميائي هو اللي شفنا ديجا لذلك سكر المعقد إلى سكر بسيط لذلك سمينا هدم كيميائي لأنه في واحد تفاعل كيميائي مينما لدينا واحد من نوع الهضم آخر اللي هو ما يسمى الهضم الميكانيكي لذلك الهضم الميكانيكي لذلك الهضم الميكانيكي تخضع على مستوى الفم يعني القاطع التمزيق والطاحن بفضل عمل أسنان بطبيعة الحال واللسان لذلك على مستوى الفم هناك نوعين من الهضم هدم ميكانيكي اللي كانت تجلى في عملية الطاحن والسحق بشيء مهرس وعندنا هضم كيميائي مازيان لذلك على مستوى الفم الغذاء اللي كانت تناوله يمتازج لنا باللعاب تخلط لنا مع الدفل و تكون لنا واحد اللقمة لذلك اللقمة تكون انها جاهزة لتبلع باش تمشي المعدة باش تكمل مختلف التحولات اللي غادي توقع لها و بطبيعة الحال ميكانيكي عبر واحد القناة من واحد القناة الماري و كما تشوفوا معي هنا في التصوير هذي نكمله هذي نكمل هذي نكمل هذي نشوفوا الهدم على مستوى المعدة و في المعدة و سنبدأ بطبيعة الحال مع الهدم على مستوى المعدة و كما تشوفوا معي هذا و الشكل المعدة و كما تشوفوا معي هنا هذا التقلصات الجدال المعدة هو عبارة عن هادم ميكانيكي على مستوى المعدة لدينا واحد الهدم ميكانيكي يتجلى في التقلصات العضلات الجدال المعدة كل هدف التقلصات هو أن تخلط مع الإفرازات المعدة مزيئ و نحن نشوفوا الهدم الكيميائي و كما يتوقع علينا بطبيعة الحال في الأمبو رقم واحد و سنشوفوا الهدم الهدم البروتيدات لأن الهدم البروتيدات يتبدأ الهدم على مستوى المعدة بالتالي نريد أن تبادل الأذهن بأن البروتيدات لا تخضم على مستوى الفم لا يكون مستوى الفم انا اخذنا امبوب امبوب رقم واحد في البروتياز انزيم الماء وزوللبيض العبارة عن بروتياز انزيم امبوب ثاني اكتفينا فقط بزوللبيض والماء انا لا توجد انزيم انا الاحظ في نهاية التجربة ان هذا البروتياز يختفي في الامبوب الاختبار رقم واحد انا انا امبوب الامبوب الذي يحتوي فقط في الماء وزوللبيض نلاحظ انه بقى لم يتغير كما وعلى الحلد نازل نتائج الى التجارب انا اعطيهم واحد تفسير ماهو السبب ماهو يتغير انا اعطيهم واحد التفسير انا انا هذا البروتياز عبارة عن بروتياز ماهو التبسيط هو التفاعل بوجود الماء داكو تم التبسيط داكو هذا البروتياز بتحفيز من الانزيم اللي هو البروتياز واحد اللي كنسميه البيبسين داكو وهو اللي اعطانا عديد البيبسين داكو شي علاش خلاه يختفي دونك هذا والسبب اللي خلاه انهو دونك في الانبوب الاول اللي قبل الانبوب الاول هنا كان عندنا انزيم داكو هنا ما كانش الانزيم داكو هلاش هدوه تفسير اللي ممكن منعطوها دونك تم هدم البروتياز ولا تم تبسيط البروتياز طبيعا الحال بتحفيز انزيم اللي هو البروتياز واحد مزيط ولكن واحد هجلنا نعرفها هو ان هاد يعني المعيدة كتميز بواحد الواسط حمضي داكو المعيدة كتميز بواحد الواسط حمضي وكتفرز لنا واحد العسارة معيدية داكو يعني هاد البيبسين اللي هو هاد الانزيم ما يمكنش يخدم لنا في واحد الواسط الى مكانش حمضي داكو هنا عندنا البروتياز نقص السكمات في الفيديو السابق داكو يقطع لنا الروابط نقص يتم تبسيط جزئي البروتياز ويعطينا واحد الجزئة جديدة لها عديد البيبتيد نقص جزئة جديدة لها عديد البيبتيد نقص وعلى الفقرة تحتوي العزارة المعيدية على انزيم البيبسين اللي هو البروتياز الذي يعمل في وسط الحمضي بطبيعة الحال الضروري يعمل في وسط الحمضي والمعيدة والمعيدة تفرض لنا واحد الحمض اللي هو حمض الكلوريدريك داكو ما يمكنش يخدم لنا ببيبسين مثلا ناخدو هاد البيبسين وانتوها للفم باش يدين لنا يعني يديننا التبسيط دياله سكريت على مستوى الفم داكو في المعيدة داكو في المعيدة داكو البروتياز الانزيم يعطينا من بعد تبسيط دياله يعطينا عديد المعيدة داكو يعني المعيدة داكو تلاحظوا ان هاد البروتياز محبساتش في التبسيط الجزائي داكو باقي ستكمل ويكون تبسيط لكل داكو لانه يعني اللي بقى خسوة تهدم وخسوة تبسيط سافي لحد دياله المعيدة مفهم مزيان داكو على مستوى المعيدة كنتيجة داكو ويعطينا عديد الببابتِ يمكنك تبسيط وكااخر ب shiny أميني البروتيتات لا تهدم ويأتي ذات المعيدة وقد تعطينا كاخر هذا اللي هما الأحمد الأمينية لذا إلى هنا سنكون سالة الفقرة اليوم إن شاء الله في الفيديو الجاي سنتعرفوا على تبسيط الجزائي للدهنيات على مستوى المعيد الدقيق لذا ما التحولات التي تخضي عليهم يعني إلى أخيرها من تفاصيل لذا إلى هنا أكون قد أنهيت هذا الفيديو إلى اللقاء نلتقي إن شاء الله في فرصة قديمة بحول الله